تأييداً كلامك لما قلت ليش السيد المالكي أخذ أصواته الشعب معاقباً لأنه ويا حجد الشعبي أخو عدو الحجد الشعبي سيد حيدر العبادي كان عنده مشاكل بالحجد الشعبي وأقال رئيس هيئة الحجد الشعبي أخذ مقعدين يعني معناته ما انتصار مو أعداء الحجد الشعبي انتصاره بس لكن لأنه التصويت الخاص ما شمل الحجد الشعبي الحجد الشعبي وهذا هم أصلاً كان يعني سبب ضياع كثير من أصواتهم ليش مشارك الحجد الشعبي التصويت الخاص لأنه المفوضية طلبة القوائب ما قدروا يقدمون لأنه بها مئات الآلاف من الفضائيين مئات الآلاف من الفضائيين لا أستاذ دكتور نجل لا بس خلأ أقول لك الحجد الشعبي والأمن الوطني وجهاز المخابرات لم يشتركوا بالتصويت الخاص وإذا تجي تسأني والله من الجريمة أن تنطي قاعدة بيانات القوات الأمنية إلى المفوضية ياكي هاي قاعدة بيانات خطيرة جداً تتسرب مخابرات الأمن الوطني الجيش الحجد الشعبي هاي معلومات سرية ألغيهم من الانتخاب حفاظاً على هيبة الوطن دكتور دكتور شنك شف المخابرات شنك شف الحجد لا 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 دكتور أختلف إياك دكتور أختلف إياك دكتور أختلف إياك مسألة الحجد الشعبي الحجد الشعبي أولاً لا هو مهرب ولا هو معارض جزء من القوات العراقية حال حال الشرطة والجيش ووجهاز مكافرة كل القوات الأمنية خطأ خطأ ما راح تنطي ما راح تنطي خطأ كشف قاعدة بيانات القوات الأمنية دكتور دكتور يا أستاذ عماد تتفق معي دكتور دكتور مو بس الحجد ما أتفق معاك بهاي الجزئية ليش نحن أبناء لا ليش ليش إحنا أبناءنا هذولا ومفت شي يعني هما حماة الوطن جزء من من منظومة الدفاع يعني ليش إذا ينطي أسماء للدولة العراقية المفوضية اللي هما قضاة شن المشكلة بس ليش ما انطاو لأنكو عدنا عدهم آآ 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 آ سريعة لأنه بقى عندك قليل أيضا بإقليم كردستان أثار انتباكم أن قوى المعارضة أيضا حصلت على مكاسم ومقاعد أعلى من الدورة السابقة سؤال مهم شوف الفرق بين أحزاب كردستان وبين أحزاب اللي ما قدمت شيء للمواطن العراقي وتشكك بالانتخابات عدنا حزب التغيير ما حصلوا على مقعد واحد شو قالوا؟ قالوا الانتخابات منزيهة وراح نحرق الشارع وسدوا الطرق لا القيادات كلها استقالت كلها استقالت شوف الروح الوطنية قالوا احنا ما قدمنا شيء وما جبنا أصوات على شنو؟ شوف الفرق أما أصوات اللي أخذتها الكتل الجين الجديد أخذت من التغيير اللي ما جابه ولا مقعد الجين الجديد أخذوا مقاعد التغيير اللي ما جابه ولا مقعد اللي قياداتهم استقالوا شوف التصرف الوطني القيادي وأما جماعتنا يشكك بالانتخابات كلها ومعامرة دولية والإمارات والسيرفرات ونحرق الأخضر واليابس ونقطع الشوارع والسلم الأهلي ورائح الأمور تنفلت خير صاير حزف عشرين سنة ما قدم أي شيء للمواطن شيء ينتظر من المواطن يجي انتخبه ماكوش شيء يعني إيما انتخبونا إيما نحرق العراق أنا أشكرك سيدنا أنا أشكرك أنا أشكرك